هاي صبايا انا سارة اليوم بهذا الفيديو رح نشتغل مع بعض لحتى نصلح المؤخرة ندورها نرفعها نشدها وبالتحديد نركز على الخفسة او الهيب ديبسة اللي ما بيعرفوها وان شاء الله بحياتكم عمركم ما تعرفوها هي لما بتحسي انه الورق من الجانبين مو مدور مو مدور اذا كان مستقيم ما عندك خفسة اذا كان مدور ويلو حفرة يمين حفرة يسار فهي بيكون انه انت عندك خفسة او هيب ديبسة وممكن يكون احيانا الطرف اليمين اكتر من الطرف اليسار وذلك لاني نحن منختلف قوتنا وجهتنا على طرف اكتر من طرف بشكل مختصر قبل ما نبلش بالتمارين الممتعة جدا جدا وانا كتير بتحمسة رح اخبرك بس عدة اسباب للخفسة اول شي ممكن يكون عندك خواصر يا عزيزتي وقفي اكل السكريات لان الخواصر بعزز اكل الخفسة ثاني شي ممكن تكون من البنات اللي عم يعملوا قرفوساء ليل نهار ليل نهار لحتى يزبطوا المؤخرة لكن بهذا الشي هنه عم يكبروا العضلة الامامية وبيصير عندهم مظهر الخفسة العضلة الامامية للفخد وبيصير عندهم مظهر الخفسة واضح وبارز اكتر ثالث شي ممكن تكوني انت من الصبايا يلي قعدتهم طويلة ممكن بسبب الدراسة بسبب العمل بالمكتب بسبب الكسل وشاهدة التلفاز لساعات طويلة فهذا الشي بيقدي لخمول وكسل بهاي العضلة لذلك بيصير عندك الخفسة اهم الشي صبايا اهم الشي اذا كنتوا من البنات اللي بيقعدوا لفترات طويلة انا وقاعدة هلا انا مثلا حسيت انه بلست شوية تظهر عندي وخصوصا لما مبلشت بتعديل الفيديوهات تبعون اليوتيوب لكن في داكن فهي القعدة الطويلة حسيت انه المكان هاد بلست يصير فيه خمول فانا هلا حاليا شو عم بعمل عم رس بس هيك انا وقاعدة اشتغلي على اللابتوب ورسي رسي وتركي وبنفس الوقت حاولي ترسي عضلات البطن ولا اروع صدقوني صبايا ولا اروع تغذية عادة انتي وقاعدة ضلي رسي المؤخرة المؤخرة رسي البطن بس هيك شو حلوة يعني عجد مو طبيعي هذا التمرين شو حلو سهل بدون ما نطويل هذا الشرح كله بدون ما نطويل خيان ندخل بالتمرين مباشرة طبعا كالعادة وزشن الطاولة تمدي رجلك بشكل مستقيم صبايا اهم الشي بالخفزة انك تمرري كل العضلات خليكي عملية مشط تحت فوق تحت كل العضلات المحيطة بالمؤخرة لحتى الدورية احلى الشي من جوه الفخد الداخلي الفخد الجانبي الفخد الامامي الفخد الخلفي عضلات المؤخرة الجلوتوس ماكسيموس الكبيرة والصغيرة ياللي فوق ابر خليكي فوق روحي طرف لازم قدم شوي لعداء خليكي اعترف نزلي طلعي بعرف شدي شدي الفخد شدي البطن شدي اذا عملتي هذا التمرين متل هلا التعليمات اللي عم بعطيك اياها شدي وشدي ودوامتي عليه ستتقيني رح يخلصك من شي اسمه كابوس المؤخرة ورجعي برمي طبعا اللي بده هي توقف بهي الطريقة على مصر الفوق فوق حسنا؟ ما تنزليه هيك رفعية يس مش هنشغل العضلة الصح وشدي مشترشلك نفسي بس هيك فلكس شدي العضلات شدي العضلات المحيطة كلها بلورك شادتية رابع عليكي فتحي سيكري خليكي على طرف نزلي طلعي الرجل فلكس رفعي إذاكي رقبتك طويلة حسي بالعضلة الجانبية شدي 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 آخر واحدة رجعي رايحي ثلاثة 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 اثناء واحد بلعز روب عليكي مرة تقلي واحدة نين حتها دي فيا ثلاثة أصحابي وبدلي تو شدي المشت شدي البطن نعم هذا هو روض عليك بما انه نحن هون فيك طبعا اهم الشيء تضيع الكوع هدول يكون هم يطلعوا على بعض يعني مو هيك هكذا افتاح 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 بطنك جوا برعب عليك نفسي وشدي عضلات الحوض يعني عضلات الورك يعني عضلات المؤخرة يعني عضلات السخد الداخلي الفوق افتاحي 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 بدلي بس رايحي شوي جاهزة افتاحي ركبة كأنك ما تفتحي كتاب بدون ما تميلي هيك لا سبتي لحظة بس 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 تسعة بطنك مجدودة ستة شدي 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 خمسة أربعة ثلاثة اتنين واحد نزلي رايحي رايحي طبعا فيك تغيري وضعية المعصم فوق عطرف خليني يقدم شوي لقدة فوق عطرف ياس استمري فوق مثلث عطرف شدي مشت الرجال السر بالضهر لا تخلي ضهرك يتحرك فقط هي عضمة الفخد هي اللي عم تطلع و تنزل فوق تحت اخر ثلاثة حاسة فيكي بعري اخر اثنين اخر واحد فوق شدي عشرة تسعة اماني شدي بطنك جوه ضهرك مستقيم شدي رفع الرجل خمسة اربعة ثلاثة اثنين واحد نزلي رجع يديكي و ارتاحي خدي نفس عميق من انفك وعطي من تمك كمان خدي نفس عميق من انفك وعطي من تمك بطنك 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 ركب المعصم المعصم الكعب ملزوق لكن ركبة تفتح و تظهرك بالعرض فتحها ينزلي بطنك طرف الثاني شدي 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 معصم شدي الفخد الداخلي شدي الفخد الداخلي شدي عضلة المؤخرة بطنك تحرق لتحرق الكعب تحرق يجب عليك الحركة على الفاضي مفتحي هالمرة القدم شدي 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 هون برافا الركب يجو الكعيب يضلوا بعض عن بعض سكري مره يمي مره يسع بطنك جوه يترى الركب ملزوقه لكن الكعب هو لاحظي مشترجلي كيف انا مفعلته بطريقة فاينت مثل رأسات البالي اخر ثلاثة اثنين واحد شدي شدي خدي نفس من انفك وعطي متنمك برافا عليك كمان نفس وعطي متنمك فوق حاول الركب يجو شوي لعند الصدر مكتير هاي افتحي سكري افتحي سكري يس افتحي افتحي سكري وانتي وعم تسكري شدي عضلات الحوض الداخلية او عضلات الفخد وانتي وعم تضغطي تخيل كأني في طابة هون وما تضغطي عليها وعدي عشرة تسعة افتحي افتحي قد ما فيكي بدون ما تعملي فراغ اسفل الظهر وشدي البطن ثماني سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اتنين واحد شدي 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 حسنا اخدي نفس عمية من انفكت وعطي من تمكي دوري 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 مشت الرجل دوري كمعا بالعكس حسنا هزدي شوي الورق شدي ياس كأنك ما تجيبي إذا صعب عليك تفتحي هيك مو مشكلة صبايا حاول تفتحي هيك حسنا دوري كمعا هزا صعب عليك تفتحي اذا صعب عليك تفتحي لكن اذا صعب لا تأتي مو مشكلة براو والله نحن نقاط أول ألف أمل أترى طحي السيكري آخر عرضة هلا بطيكي واحدة فوق واحدة تحت برمي برمي عندك الحوض ثابت البطن شاده مشان ما يتحرك جسمنا كتافنا على الأرض برمي دائرة 10 9 رجل مشتودة إذا لم يكن هناك لا مشكلة بدلي 10 9 شدي بطنك شدي بطنك وانتو عم تشدي كأنه شادك من رجلك لفوق هاي شادك من ذلك وبالعكس بالعكس وريحي هيا براجيكم تمرين للبنات يحسنون يفتحوا رجليهم وانتو تعملوا معي وانتو مرشلك هيك مندودين انا كيف بدي دورهم دوريهم بالركبة لكن عندما تدوريهم بالركبة شدي هون شدي شدي ثلاثة أربعة خدي وقتك ثلاثة ثلاثة واحد سكري افتحي أدلا فيك يموشك افتحي وبدلي حسنا؟ يعني لحدا ما يضحبك من رجلك نعم هلا بديك تشدي 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 واحد ثلاثة ثلاثة خمسة طبعا اذا ركبك به وجع وكيف بك تشدي 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 تجعون على ايدك ليس يوجد تشدي أهم الشيء أسفل الظهر ماي وجعنا بهك حركات حسنا؟ اذا وجعك اثني الركبة دائما وعملي هيك حسنا؟ شدي 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 أخدي نفس عميق من انفكك وعطي من تمك وتسطحي على طرف ييس هلا بهذا التمرين هتحسوا بالخفصة هتصير على النار لذلك إذا عندكم شغلة أطفائية جيبوها مش هنطفي النار مو حلوة المسحة صاح رجلكي قدعمك بهاي تريع حسنا بدياكي يعني مو كتير على طرف فيكي تجيبوهم شوي لقدام هاي الرجل رح نستند عليها حسنا والثاني رح نرفع يس هثي فيها شديك أنا حدا عم يشديك منها ما تميلي حالك لورا جيبي حالك بشكل مستقيم بطنك جوا مجدودة وضعتك حلوة حسنا هلا فليكس فوق تحت فوق تحت فوق تحت فليكس 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 رايحي 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 حسنا هلا بدياكي تجيبيوهم لتنين ع طرف وتفتح كأنك متفتح كتاب بس هيك شدي 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 هلا بديعكي فوق سيكري المعصم فوق الكاحة الفوق الركبة الكاحة الفوق الركبة برمي سيكري برمي سيكري تويست سيكري تويست سيكري بدون ما تتحرك المؤخرة بدون ما تتحرك آخر واحدة برمي رايحي كلما وجعتك رجلك اثني رجلك لورا رايحية ندد برمي 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 باللاكس بلاكس باكس بلاكس رايحي بإمام بلاكس حشي المحنين بلاكس الورق الساخد هي اللي عم تروحه تجيه الورق سابت فوق بعضه الورق مو مائل حاول تضغطي بهاي الرجل امامك اذا حابت صعبية نزلي هي الرجل هيت لما بيكون في عنا التوازن صعب معناتها صعبتي الحركة خلصت الأغنية مو مشكلة تعيلي قدام هلا بدياكي واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ميني تسعة عشرة كمان فوق وان تو تري بطنك شو ميني تسعة عشرة رجعي لورا وان تو تري شدي افليكس ميني تسعة عشرة رجعي لورا وان تو تري فور فايف سيكس سبن ميني ميني ريحية حلا بدنا نعيد الطرف الثاني ياس بس قبل ما نعيد الطرف الثاني بدياكي تعملي معي هاي الحركة بدياكي تجي على كوعك كوعك تحت كتفك مباشرة في بنت قتلي شلون بعرف انه كوعك تحت كتفي حسي فيو حسي فيو لما بتطلي عليه خط مستقيم ولا مائل حسي؟ 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 فوق indirect حسي؟ 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 بج 알아 كونت غريب وبتسكري في بنت سألتني كيف انه يكون كتفي فوق كيف اعرف انه كتفي فوق بس طلع عليه هو خط مستقيم او مايل اذا كان مايل يبين عليك شدي بطنك خمسة اربعة ثلاثة اخر اثنين عملية ممتازين اخر واحدة ممتازة ياس و ريحي وتحولنا للطرف الثاني متل ما قلنا جسمك مستقيم فيك ترخي هاي الركبة شوي فوق تحت بس ايك شدي هاي الرجل ضغطة على الارض بس ايك بس ايك بس ايك الورك فوق بعضه فوق بعضه ايه متاعب ايك ترتاح في ايطريقة 5 4 3 2 1 ادام شو هعمل ساري ضحي ساكري كأنك لا تفتح كتاب لا تميلي الورك شدي شدي فرافو عليكي فوق تحملي تحملي هذا هو احترقة العضلة معناها اشتغلي ييه افتحي برمي تفكري تفكري طبعا اذا وجعتك رجلك فيكي ستثنية الورا حب حق مبارك مطبيعي نزلي هلا بدي اياكي بتجيبي رجلك للامام ودرجعية طبعا الحوض فوق بعضه ييه بطنك جوا يا ترى برعب عليكي لاش بضلبوا البطن لازم جوا لان البطن هي اللي بتشيننا صبايا هي نحن لما منكون وقفين مين بساعدنا على التوازن البطن منطقة الخواثر هنا اللي بساعدونا على التوازن هنا اللي بيخلونا نتوازن فانت بهاي الحركة بحاجة لانك توازني لازم اول الشي تشدي بطنك الشغلة الثانية اي حركة تأذي الظهر لما تكون الشيء تدب البطن تخفى في الضغط على الظهر توازن حماية اسفل الظهر طبعا لما تتوازني تكون يعملت الحركة صحيح وان تو 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 فايف سيكس اذا ما فيك جيبية اللي عم تدرك مو مشكلة فيك الى تحت قد ما فيكي قدمي لقدام قد ما فيكي شدي بطنك هي صارت حريقة هوا حريقة حسنا اوة اي حي问题 وان ودعا وظيف ما يقوم على الظهر فايف جيحية وراكي امواع عليي وبعدها تتركيه امواع هذا الطرف اطلعت على كوعي وهذا الطرف اطلع على ايدي نفس الشيء تعرف اذا تطلع على كوعي يكون افضل 4 5 6 5 7 8 9 10 10 10 20 20 20 20 21 21 22 23 24 24 26 29 هذا عليكي الطرف الثاني أحسنتي عملي اكثر من رائع آخر شي خلينا نعمل Hippy bridge بديكي تفتحي أعرض من المؤخرة لكن القدمين مو هيك القدمين يتلعون لأمامك فوق تحت فوق تحت فوق تحت فوق ايش رفع ايديك انا حابي صعب الحركة اذا صعب عليك هيك خليكي تحتند ايديكي على الارض دائما بطنك جوا فوق شدي 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 سبتي 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 عشرة تسعة مانة سبعة فوق ستة ثمسة فوق أربعة ثلاثة اين رايحي روح عليكي تهيش لحظة جرام هيك مذكير ما تبين التعيش بيسا واضحة صاري خباك لا تبين بيك تبين بيك هلو شو بحنا عمل يا حزرك هلو بدي ايكي تسكريهم شوي تسكريهم تسكري رشدين تماما تسكريهم فوق فوق هاولي الركب يتسكر الركب كأنك ماسك الشي حيطب بين ركبك اذا عندك طبي صغير امتكية بين ركبك تسكري تسكري فوق عشرة تسعة فوق فوق مانة كمان فوق بطنك جوه بالضبط اثنين واحد سبتي عشرة تسعة اثمان سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة سكري وفتحي سكري وفتحي سفوق سميد واحد فوق احترقص بعرف نزلي لا تسبيني مرتاحي شدي 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 رايحي ترتباني رام عليكي خلا بدي اياكي بس افتحي هيك وطلع نزلي الكعب ضغط على بعضه والركب بعد عن بعض فوق عشرة تسعة تمانة سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد شدي 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 برافو عليكي طرف الثاني نزلي خدي نفس عميق من انفك وعطي من تمك اخر تمرين بديكي بس تسطحي على ظهرك وبعدين هكتركك بسلام هكتركك تاكل الوجبة اللي بتحبيه لحتى تكبري هاي منطقة بشكل صحيح لا تتركي التمرين راح تسعين خمسة وتسعين بالمئة من التمرين ما انضر غير خمسة بالمئة سطحي مدي رجليكي وراكي ايديكي رفعي السرة بالانطهر يمين نزلي يسار مو شرط رفعي كتير ممكن لهون لكن بدي البطن مرصوصة تماما وطلعي امامك الرقبة طويلة لا تتخير عزيك لفوق ولا تنزلي لتحت فوق تحت فوق الاثنين 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 فوق بطنك جوه البطن البطن إذا صعب عليك تنزلي لتحت خليكي فاتحة نزلي بسك شدي شدي الرجل تعني حدا شديك من رجليكي فتحي تبني العسفل الظهر واحدة تحت واحدة فوق شكري خدي نفس عميء من انفك وعطيني تمك هالمرة بس 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 أحسن فيه برافو عليكي بدي يهكي خليه فوق خليه فوق صحية و هي فليك لاحظي انا فليكت رجلي اخر واحدة طرف التالي فليك الى ايديهم تحت الرأس فوق واي داون واي داون شدي البطن شدي البطن شدي البطن الاثنين مع بعض شدي البطن شدي البطن اذا صعب الاثنين مع بعض امليون واحدة واحدة شدي البطن مشتر رجل مشتر رجل مشتر رجل مشتر رجل افتحي السيكري افتحي طبعا اذا صعب عليك نزليهم على الارض لا خليهم فوق السره جوه مرهب عليك وين 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 ووين وين اравляék وين احد خليهم فوق شدي البطن ون كأنك ما تصبحي شدي البطن شدي البطن 2 1 هلا ما تجيكي غير ترسي العضلة ترسي ترسي العضلة ترسي ترسي وانت وقعدة صبايا وانت ووقف وانت وعن تصبحي ترسي العضلة وانت وعن تبرسي وانت وعن تعبية جدي اذا كنت يوتيوبر مثل ايه رسي العضلة خلصت الأغنية معلش 10 9 7 6 رسي البطن كمان 2 1 خليكي راسي 10 9 8 7 5 4 3 2 وريحي براو عليكي هلا بس خلينا نعمل شوية ستريتشينج للظهر وخلصها اتركك هالمرة بسلام 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 وبأخرة مدور راح اتركك ديك تفتحي الركب حسنا تنزلي التدقري الاصبع الكبير مع بعضه تنزلي المؤخرة على الكعب الرجد تمدي الإيدين قدي نفس عميق من انفك وعطي من تمك مدي 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 مع انه المؤخرة على الكعب كأنك عم تحاولي تمسكي شي بيداكي هلا بدي ايكي هلا بدي ايكي تفتحي الركب تماما حسنا قدمي لقدام ورجعي الوراء وين بيوجعك وقفي وحاولي تفتحي عشرة تسعة تماني سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اتنين واحد هلا بدي ايكي تسطحي تفتحي الإيدين تفتحي الإيدين هيك بهاي الطريقة وتبرمي الطرف الثاني برافو عليكي هلا باخر الشي خلينا بس خلينا بس بمدى العضلات فخد الفخد الخلفي والداخلي تفتحي الإيدين هيكي بهاي الطريقة فتحيينا منيح 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 فتحيينا كتير منيح ياس ضهرك مستقيم حطي إيداكي بالوسط حاولي تقربي شوي لأتة كمان لقتا كمان لقتا مظهرك مستقيم ولا لا مستقيم لااا نازلي الكتاب خليه مستقيم ايه فرابو عليكي خليقي هيك سكري رجل وحاول خبي المناكير إذا مناكيرك مو ضابط ليس ما اشتلأ اشتلأ ارتاحي ياس تحاولي تقربي أد ما فيكي حسي هون حسي حسي ما بديها طائرة نزلية ممكن تمسكيها هون تكفي طرف الثاني أنت أكثر من رائعة وأنا فخورة فيكي لأنك حبيتي نفسك وعطيتي نفسك هاي الساعة معي دائما على أوليترين صرتي جزء من حياتنا أنا بتمنى أصير جزء من حياتكم كمان أنتو وصير كمان جزء من براتكم أو السلاجة كل ما تفتحوها تشوفوني وتذكروا المحظورات بالنظام الغزائي وبس هذا كان كل شي لليوم إذا عجبك الفيديو لا تنسي تعملي اللايك والاشتراك بالقناة إذا كنتي مشاهدة جديدة حبكم كتير شوفكم بعدين باي باي